السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب ربع ابتدائي انا شريف اشرف مقرارة انجليزي بالعربي ورجعت لكم المهاردة مع لسون سري من يونت ايت ما انا هككون نكتب ترمي التاني الدرس بتاعنا او دراسات اجتماعية وقلنا ما اسمها السوشيال اه اسمها سوشل سوشل او سوشل سوشل او سوشل سوشل او سوشل سوشيال لا اللي يقول سوشيال هزا عمل اسمها سوشل سوشل او دراسات اجتماعية شهر رمضان اسمه month of رمضان فاضل علي شهر هو تويجلنا month of رمضان شهر شوال اسمه month of شوال عادي خالص عيد الفتر اسمه ايد الفتر ايد الفتر او عيد الفتر يعني طبعا في الانجليزية ازا ما احنا عارفين فيش عين فالعين بتبقى ايه ايه اا عيد مبارك يعني ايد مبارك برضو ايد مبارك كعك اسمه كحك اا كحك الحمد ساميه كحك يعني بس هو ما عندهمش حاها برضو بنتقل حه ايه تمام يعني لو واحد اسم احمد بيقوله ايه احمد اما كتبناها برجو زي ما هي يعني كحك اللي هو الكحك فاست يعني يصوم فاست خلي بالك حدناها قبل كده لو جات صفة معناها سريع عملا لو جات فعل معناها يصوم تمام او الصيام عشان كده بنسمي الفتر اسمه break fast ايه هو break fast اللي هو كسر الصيام اللي هو الفتر تمام break fast جاية من كلمة fast اللي هو اسم الصيام او يصوم يعني mosque اللي هو مسجد mosque 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 عسل honey 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 يحتفل celebrate 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 والماضي التاعها طبعا بحط لها دي بس لان هي اخرها ايه احتفال اسمها celebration 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 قلت لك قبل كده تي اي او ان وتي اي اي ان بتنطق شن festival معناها مهرجان او احتفال برضو بس festival اللي هو مهرجانات عامة وما لا celebration اننا بحتفل بمناسبة معينة ايه احتفل احتفال في البيت كده بخطوبة بكاتب كتاب كلام من دي اسمها celebration وما لا festival بقى زي العيد ومولد النبي ايه الحرار دي بسمها festival sunset اللي هو غروب الشمس sunset american amriki طبعا امريكا من غير الان دي يعني امريكا نفسها american يعني امريكي مكسرات مع nuts nuts مخبز bakery 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 لذيذ delicious delicious قلت لك حرف c لو جابعد اي او اي او اي بنتقوا سين بس لو جابعد اي او اي او اي دول كمان حرف متحرك يبتنطق ش ش delicious 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 يعني لذيذ delicious اي شيء او اي حاجة يعني anything يعني اقولك مثلا تشرب اي شيء ولا تقول اي anything اي حاجة مش هتفرق ايضا نسمعها also 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 يعني اقولك مثلا i love fish and i love chicken also او ممكن اقول اي اي and i also love chicken وكمان بحب الفراخ islamic لو اي اسلامي islamic area مثلا منطقة اسلامية islamic people او islamic مثلا building مبنى اسلامي معلومات اسمها information 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 شهر month month جامعها بقى شهور اسمها ايه month ما حدش قول لي monthss لا دي اسمها month 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 يبقى شهر month وحطولها اس في الاخر بقى شهور خاص او مميز مع special زي ما قلتلك قبل كده cia special special زي social بالزبط اللي فوق دي دي برضو اسمها special او special يعني مخاص او مميز مش special special photos اللي هي صور photos until يعني حتى يعني مثلا اقول لك ايه i won't visit you until you visit me مش هزورك لما تجد زورني الاول لحد ما تجد زورني او لغاية ما تجد زورني الاول كزا during يعني اثناء او خلال يعني اقول لك مثلا during my meeting مثلا اثناء الاجتماع my phone rang مثلا during the meeting اثناء الاجتماع my phone rang telephone rang يريد ان اسمها want to want to want to او ممكن اقول ايك wanna 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 يدعى او يسمى اسمها is called يعني he is احمد مثلا يعني هو اسمه احمد he is اشرف هو اسمه اشرف او he is called اشرف طب ايه الفرق بين he is called اشرف وهي called اشرف لو قلت لك he called اشرف على طول ده ماضي بسيطي اللي احنا لسا بغدينه اللي هو he فاعل وبعدين فاعله في الماضي بقى he called اشرف هنوه اتصل باشرف او نادى على اشرف او ملا he is called يعني هو يسمى هو اسمه كذا he is called اشرف هو اسمه اشرف he called اشرف اتصل باشرف he is called اشرف او he is اشرف يعني اسمه he called على طول يعني اتصل بيه او نادى عليه during the day يعني اثناء النهار think about يعني يفكر فيه spend time with يعني يقضي وقت معه spend time لو حد ايه قد وقت يعني اقولك ايه i spend my time reading بقضي وقت في القراءة i spend my time playing تمام او i spend my time مثلا with my friends بقضي وقت مع اصحابي i spend my time with my family بقضي وقت مع عائلتي do better يعني يقضي بشكل افضل او يحسن حاجة مهينة او يتحسن مثلا في الدراسة او كده eat delicious food يعني يأكل طعام لزيز make كحك اللي هو يعمل كحك هي كحك مش كحك دي A-H مش H-A A-H-K كتبة تاني A-K K-A-H-K make كحك يعني يعمل كحك eat كحك يعني يأكل كحك اي حاجة كحك يعني يعملها buy from يعني يشتري من مثلا we buy كحك from the bakery بنشتري الكحك من المغبز teach about يعني يعلم حد عن حاجة او يعرف حد عن حاجة يعني مثلا I will teach you about مثلا myself هعلمك حاجات عن نفسي I will teach you مثلا about شهر month of Ramadan هعلمك مثلا حاجات عن شهر رمضان وهكذا teach about يحلم حد عن حاجة مغينة طيب نيجي بقى لل قطع بعيدنا بقولك عيد الفتر عيد الفتر في ايجيبت عيد الفتر في مصر فبقولك عيد الفتر is a Muslim festival هو مهرجان المسلمين يعني او احتفال للمسلمين the month before عيد is called رمضان الشهر اللي قبل العيد ده اسمه شهر رمضان ان رمضان في رمضان many Muslims fast during the day معظم المسلمين بيصوموا لا هو كل المسلمين بيصوموا بالنهار مش معظم مش العديد من المسلمين لا هو المسلمين بيصوموا في رمضان احنا لازم نصوم رمضان ده فارد وما فيش ليه كفارة يعني هتصوم الا طبعا لو واحد تعبان او واحد عنده ظروف او كلام من ده ده اللي ممكن يفتر ومال الطبيعي ان اي بني ادم مسلم لازم يصوم في رمضان This means they don't eat or drink until sunset ده معنا ان هم لا بيأكلوا ولا بيشربوا لحد ادان المغرب ومش لحد الغروب برضو لحد ادان المغرب احنا بنصوم من اول ادان الفجر لحد ادان المغرب المفروض ان احنا ما ناكلش ونشرب اي حاجة في الوقت ده خالص In the month of Ramadan People think about the past year الناس بيبدأوا يفكروا في السنة اللي فاتت They think about the things they did well and the things they want to do better بيفكروا في الحاجات الكويسة اللي عملوها وفي الحاجات اللي عايزين يعملوها او الحاجات اللي عايزين يطوروها في نفسهم في السنة الجاية It's also a time to help other people وكمان وقت بنساعد في الفقرة طبعا بنطلع زكاة المال في رمضان فما بيقاش في حد فقير في رمضان تقريبا وما فيش حد مفيش في ريته اكل لان في حاجة اسمها زكاة المال بنطلعها كل سنة في رمضان كل الناس مطلوب منها حتى الفقرة مطلوب منهم يطلعوا زكاة فكل الناس بتودي للناس الفقرة فالفقرة بيعندهم اكل كتير جدا في الشهر ده هو طبعا الزكاة مفروضة طول السنة بس في رمضان بالذات زكاة الفطر دي فرض لازم تطلع يعني انا ممكن مثلا مطلعش صدقة في اي وقت او برحتي ممكن اطلع ممكن مطلعش كلام من ده ومانا في رمضان فرض علينا لازم كلنا نطلع زكاة الفطر دي في رمضان فاقولك when is عيد الفطر؟ امت بقى بعيد الفطر؟ قالك that's a very good question سؤال حلوة قوي it's different every year بيبقى معاده مختلف كل سنة لان احنا ماشيين طبعا التقويم بتاع مصر تقويم الميلادي عيد الفطر بقى التقويم الهجري فممكن تلاقي السنة دي مثلا جاي في شعر سبعة عيد الفطر السنة اللي بعدها جاي في شعر ستة السنة اللي بعدها جاي في شعر خمسة وهكذا تمام؟ فطبعا بيختلف كل سنة عن السنة اللي قبلها طيب هسألكوا سؤال بقى لو حد شاطر جاوبنا عليه ليه جايزة عندي؟ ليه رمضان بييجي كل سنة؟ او الحكمة ايه؟ ان السنة الهجرية ما تبقاش قد السنة الميلادية يعني السنة الهجرية فيها اختلاف عن الميلادية فرمضان يتخير معاده كل سنة يعني رمضان مثلا من تلات اربع سنين كان بيجي في شعر سبعة في عز الحر كمان تلات اربع سنين تقريبا هيجي في البرد في الشتا ليه؟ اللي هيجاوبني السؤال ده ليه هدية عندي؟ نكمل بقى قولك عيد طبعا هجاوبني ازاي؟ عندك رقم الواتساب بتاعي موجود وعندك الكومنتات بتاعي اليوتيوب بس سيريت على الواتساب عشان يبقى ايه يبقى يعني اجابتك محد تشوفها اللي انا بس طيب قولك عيد happens in the first day of the 10th Islamic month العيد ده بيجي في الشهر العاشر من شهور الهجرية او الاسلامية called شوال شهر شوال اليوم واحد شوال ده العيد الفتر الشهر الشوال تب يبدأ لما الناس بيشوفوا الامر الجديد اللي احنا بتسميه الهلال يقولك ايه؟ هلال شعبان وهلال رمضان وكلام من ده طيب lots of kakhk كحك كتير kakhk are delicious cookies الكحك ده عبارة عن delicious cookies نوع من انواع البسكوت ولذيذ كدا people eat kakhk to celebrate الناس بيكلوا الكحك ده كاحتفال بالعيد they have nuts, sugar and honey in them بيبقى جوه الكحك ده مكسرات وسكر وعسل in them many families make kakhk but you can buy them from a bakery too فيه ناس كتير او بتحب تعمل الكحكة بنفسها في بيتها بس انت برضو لو عايز تشتريه ممكن تروح تشتريه من المغبز عادي خالص وعلى فرقه فيه حاجة جميلة جدا في مصر ومش هتشوفوه الله في مصر بس كل سنة انا بشتري كحكة العيد بلاقي فيه اخواتنا المسحيين بيشتروه هم كمان كحكة العيد وبياكلوا كحكة زينا بالزبط في العيد وبياخدوا كميات كحكة كبيرة جدا كحكة وبسكوت بتاع العيد ده بتلاقوهم هم بيجبوه برضو ودريت ان انا قابلت واحد صاحبي مسيحي مرة كان بيشتريه تمر في رمضان فحتة الاحتفالات المشتركة ديت مش هتموجود الله في مصر الحمد لله انا في ربنا دي معلنا نعمة طيب عيد مبارك قولك عيد is a time of celebration and for being happy العيد ده هو وقت للاحتفال والناس كلها تكون مبسوطة بقى ونشتري هدوم العيد واشرف ياخد هدوم العيد بتاعتي ويحطها تحت المرتبة لحد الصبح عشان يلبسوا الهدوم الجديدة ويحط الجهاز مفحضن وينام بيها كده يعني فقولك ايه and for being happy people say عيد مبارك to their friends الناس بيقولوا لاصحابهم كل سنة انت طيبين وعيد مبارك people go to the mosque الناس بيروحوا الجامع and spend time with their families وبيقضوا وقت مع عائلاتهم they eat delicious food and celebrate وبياكلوا اكل لذيذ وبيحتفلوا مع بعض فالبرا الراف بيكلم عن شام النسيم اللي هو بنسميه عيد الربيع فقولك شام النسيم in Egypt is Egypt's oldest festival هو اقدم احتفال موجود في مصر ده من ايام الفراعنة comes the day after coptic easter بيجي بعد رأس السنة القبطية زمان اللي هو الشهور القبطية اللي هي زي عندنا دلوقتي طوبة وامشير وادار والحاجات دي كان اسمها الشهور القبطية اللي كانت في مصر زمان قبل دخول الاسلام بعد كده بقت الهجرية وبعد كده تحولت الملادية شام النسيم is in the spring شام النسيم ده فصلة ربيع The Egyptians celebrate شام النسيم المصريين بيحتفلوا بشام النسيم People eat colored eggs and في سيخ الناس بيكلوا بيد ملون وفي سيخ صح اشرف People go outside in the open air and have picnics الناس بيخرجوا في الهواء الطلق وبيعملوا نزوهات بيكنيك اللي هي نزوهة خلاوية اللي هو نزوهة في الهواء في مكان مفتوح يعني I like شام النسيم because I can have fun and enjoy my time أحب شام النسيم لان انا بقد وقت كويس وبستمتع بوقتي I like think about another festival in your region or country complete the tables and write فكر بقى في اسم احتفال تاني موجود عندك في المنطقة بتاعتك او في بلدك وكمل الجدول New festival اسم الاحتفال ده طبعا نقول مثلا mother's day يوم عيد الام when is it on 21st of march 21 mares what do people do الناس بيعملوا ايه they get presents for their mothers بيجيبوا هدايا الممتهم what do people eat الناس بيأكلوا ايه anything لا بيأكلوا اي حاجة anything what do people wear بيلبسوا ايه برضو anything ما نرجع باللبس why do you like it to tell my mother that I love her عشان اقول لي ممتي يالله ارحمها لان انا بحبها طيب نجي بقى على الاكتيفتيز بتاعتنا ولك يا سيدي عيد الفتر is a muslim festival طبعا عيد الفتر احتفال اسلامي ان رمضان many muslims don't fast during the day don't fast لا طبعا they fast during the day بيصوم بالنهار ان رمضان people think about the past year طبعا صح شعبان is a month before عيد لا الشهر اللي قبل العيد هو رمضان برضو هو شعبان الشهر اللي قبل رمضان مش اللي قبل العيد عيد الفتر is طبعا ايه a muslim festival معرجان اسلامي او احتفال اسلامي ان رمضان many muslims طبعا ايه fast during the day يعني بيصوم بالنهار كحكة are طبعا ايه delicious cookies عيد الفتر is a muslim ولا كوبتك ولا christian festival christian يعني مسيحي وكوبتك يعني قبتي او مسيحي برضو يبقى طبعا ايه مسلم ان رمضان فرمضان muslims eat ولا drink ولا fast during the day طبعا بيصوم بالنهار يبقى fast muslims don't eat or drink until طبعا ايه sunset لحد غروب الشمس sunshine يعني شروق الشمس و sunlight يعني ضوء الشمس وما بيصوموا لحد الغروب until يعني حتى يبقى ايه لحد الغروب وما ده from sunshine من اول اه شروق الشمس لا من قبل الشروق كمان احنا بنصوه طيب كحكة are delicious طبعا ايه cookies بسكوت لذيذ shawal starts when people see the new طبعا ايه the new moon الشهور الهجرية بنشوفها بنحسبها بالهلال او بالامر we can buy كحكة from طبعا ايه مش هنشتري من الجروسر زي من البقال ولا من البوتشر الجزار نشتري من المغبز عيد is a time of participation عيد is a time of participation مشاركة ولا celebration الاحتفال ولا information معلومات يبقى طبعا ايه celebration احتفال طيب بعد كده بقولك يا سيدي ان عيد we eat delicious food and ايه طبعا ايه celebrate بنحتفل co-operate يعني يتعاون وparticipate يعني يشارك شامن اسيم in egypt is egypt's oldest طبعا ايه festival اقدم احتفال في مصر كحكة are a cookies طبعا ايه delicious cookies بسكوت كحكة لذيذ او بسكوت لذيذ people eat كحكة تو ايه بيأكلوا كحكة تو ايه طبعا تو بيجب بعدها فالف المصدر بايه celebrate we can buy كحكة from a بنشتري منين طبعا منين من المغبز عيد is a time of وقت ايه احتفال بقى مش يحتفل يبقى celebration مش celebrate celebrate يحتفل ده فعل وما لي celebration احتفال ده اسم and for being happy طيب بعد كده جاب لي نفس القطع اللي احنا صارينها فبرضو هنقراها ومش هنترجمها عشان الترجمة لسه مترجمة في صفحة لابلة ولكن عيد الفتر is a muslim festival the month before eid is called ramadan in ramadan in ramadan many muslims fast during the day this means they don't eat or drink until sunset in the months of ramadan people think about the past year they think about the things they did well and the things they want to do better it's also a time to help other people طيب عيد الفتر is a coptic festival طبعا غلط هنا ايه islamic festival ايه muslim festival the month before eid is called ramadan الشهر الابل عيد اسمه ramadan طبعا الشهر الابل عيد اسمه ramadan in the months of ramadan لا فين عيد الفتر the month before eid is called ايه ramadan في القطعة زي ما قلتلك اجابة القطعة من القطعة ان ramadan muslims don't fast طبعا غلط they fast during the day طيب رمضان is time to help other people ايوه اهوت برضو موجود في القطعة it's time to help other people سؤال القطعة عبقى وانا غلط فيه بصراحة لاني اجابته جوه what is month before eid اقوم جاي هنا كده فين muslim festival the month before eid is called ramadan اقوم اخدت جملة دي على بعضها كده اقوم كاتبها سؤال رقم خمسة the month before eid is called ramadan when do muslims fast بيصوموا امتى ممكن اقول ان رمضان او قول ايه muslims fast during the day in ramadan يعني ممكن اجيب من اول هنا كده in ramadan many muslims fast during the day دي على بعضها كده ده السؤال رقم ستة طيب بعد كده سيدي بيقول لك رتب بقى كحك ما يلو الكحك ادى الفعل or ادى الفعل يكون ايه delicious cookies ولا cookies delicious لا طبعا delicious cookies ليه عمل حق عشان احنا قلنا بنجيب الصفة قبل الاسم فالصفة بتاعته ان هي delicious وبعدين الاسم اللي هو مين cookies we ايه buy بنشتري بنشتري ايه الكحك منين from a bakery من المغبز طيب زي ايه celebrate بيحتفلوا and eat delicious food او they eat delicious food and celebrate هي هي ممكن اقول they eat delicious food and celebrate بيأكلوا اكل مميز وبيحتفلوا او بيحتفلوا وبيأكلوا اكل مميز هي هي طيب بعد كده عايزين بردو نكتب برغراف عيد الفطر يجبلك festival رمضان fast sunset help ممكن اقولك عيد الفطر is a muslim festival بس عيد الفطر is a muslim وfestival ايه ادي جملة it comes after ramadhan it comes after ramadhan بييجي بعد رمضان بيقول او muslims fast in ramadhan ادي جملة they fast from sun from فجر او they fast until the sunset خلي بيلك till او until اللي اتنين نفس المعنى ممكن اكتب until اللي هي دي until وممكن اكتب ايه till اللي هي دي until او till اللي اتنين واحد فممكن اقولك مسلا muslims fast until the sunset بيصوموا لحد الغروب help او ممكن اقولك ايه we help poor people in ramadhan احنا بنساعد الفقرة في رمضان اللي هو خد الكلمة واستخدمها في اي جملة المهم تكون صحيحة فاعل وفاعل ومفؤول بعد كده we celebrate عيد بقى اعملها اول حرف capital والA بتاعت L والF بتاعت فطر والR بتاعت رمضان كمان وبعدين احط النقطة كل ده هتعمل capital ليه؟ دي اول حرف ماشي مفيش مشكلة لو قلت عيد بس قلت لك مش هعملها capital قم لها عيد الفطر ده حاجة مميزة او معروفة لما قول لحد عيد الفطر هيبقى عارف انا بتكلم عن ايه فالحاجات المميزة او المحددة او المعروفة او المشهورة بعمل اول حرف فيها capital فهم ثلاث كلمات الثلاثة عامل اول حرف فيهم capital عيد الفطر ورمضان اسم شهر قلنا ايام الاسبوع او الشهر السنة بتتعامل برضو capital سواء شهر القبطي او ميلادي او هجري برضو شهر هتعمل برضو اول حرف في capital وطبعا في الاخر هحط الفلسطب او نقطة وكده يا رجالة يكون خلص لسن سري من يونت ايت من منهاج كوننكت ربع ابتدائي الوحدة الترم التاني يارب يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولو حد عن سؤال اكتبوا لي في الكمنت او بعتولوا على الواتساب هتلاق روحهم بتاع موجودة على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة